توفي يوم أمس مختطف في سجون ميليشيا الحوثية الإرهابية بالعاصمة صنعاء جراء التعذيب الوحشي المستمر لنحو أسبوعين ونقل موقع العاصمة أولاين عن مصادر محلية قولها بأن الشاب باسم عبد الكريم الحوبري توفي فجر أمس جراء التعذيب الذي تعرض له في سجني الجراف والحصبة وأوضح موقع العاصمة أولاين بأن ميليشيا الحوثية اختطفت الشاب باسم عبد الكريم قبل نحو أسبوعين واقتدته إلى جهة مجهولة ليتبين بعد ذلك أنه في قسم شرطة الجراف الخاضع لسيطرة الميليشيا وجرى نقله بعد ذلك إلى قسم شرطة الحصبة وأكد موقع العاصمة أولاين أن الشاب عبد الكريم نقل فجر أمس إلى مستشفى الثورة لكنه فارق الحياة وأثار التعذيب تغطي معظم أجزاء جسده وأشار موقع العاصمة أولاين إلى أن ميليشيا الحوثية الإرهابية أجبرت أسرة الضحية على تسلم الجثمان وطالبت بسرعة دفنه تهربا من أي تحقيقات جنائية ترجمة نانسي قنقر